السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزقنا المشاهدين وأولياء الأمور المتواجدين خلف الشاشة النهاردة حلقة تانية في برنامج في بيتنا مدرسة والحلقة تانية دي بنستكمل فيها اللي احنا بدأناه في الحلقة السابقة اللي كنا بنتكلم فيه عن تخصص التجميل وعشان يعني نذكر بعض كده باللي دار في الحلقة اللي فاتت احنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تخصص التجميل اتكلمنا عن بعض اللي هي المناهج اللي بيدرسوها ايه اتكلمنا على احتياجات سوء العمل لهذا التخصص سواء كان على المستوى المحلي أو على المستوى الاقليمي أو حتى على المستوى الدولي اتكلمنا عن فرص العمل المتاحة ليهم اتكلمنا على كمان هل ممكن يعملوا مشروعات خاصة بيهم مشروعات صناعية أو مشروعات ريادة عمال خاصة بيهم اتكلمنا على الكل ده في الحلقة اللي فاتت طيب عشان بس نفتكر بعض الحاجات عن الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا على ان هذا التخصص موجود فقط في التعليم الفني للفتيات فقط مش موجود للبنين ومش موجود في كل محافظات مصر موجود في بعض المحافظات واللي عايز يعرف ايه هي المحافظات اللي كانت اتكلمنا عنها وذكرناها يرجع لي الحلقة اللي فاتت بإذن الله تعالى كمان اتكلمنا على ان التخصص ده بينقسم لأكتر من الشرق الخاص بيه تصفيف الشعر والشرق الخاص بيه العناية بالبشرة والشرق الخاص بيه التجميل والميكاب والمكياج والشرق الخاص بيه العلاج الطبيعي النهاردة هنستكمل بأمر الله تعالى اللي احنا بدأناه في الحلقة اللي فاتت ونبتدي نتعرف على ايه هي بعض الحاجات اللي هي لم يتم ذكرها في الحلقة السابقة او تم ذكرها ويعني ما تشرحتش كويس عشان نقدر نتعرف كويس على التخصص ده بس المفروض ان احنا بنأكد على حاجة مهمة قوي ان هذا التخصص عشان تخصص محتاج قوي بالناس فلابد ان اللي بيعمل فيه يكون يعني مدرك تماما وملم بكل ما يتعلق بالامن والصحة والسلامة اللي خاصة بالمهنة دي ازاي يأمن العميلة او العميل بتاعه او الزبون او الزبونة وازاي تقدر انها برضو تأمن نفسها وهي شغالة فبالتالي ان ده اللي بيتم فعلا في التعليم عندنا في التعليم الفني ان البنات بتوعنا خريجات هذا التخصص بيكونوا مدركين تماما لعوامل الامن والصحة والسلامة المهنية لهذه المهنة اللي هم بيطبقوها او بيقوموا بيها كمان بيكونوا يعني عندهم المام دائم بكل المستجدات اللي هي بتطرق على التخصص بتاعهم اذا كان هذه المستجدات مستجدات تقنية خاصة بالعدد والاجهزة اللي هم بيستخدموها او مستجدات خاصة بالخامة اللي هم بيستخدموها وبيتابعوا دايما اللي بيطرق عن المنظمات الدولية اللي هي احيانا بتحرم او بتجرم بعض استخدام لبعض الخامات في عمليات الميكب وعمليات اللي هو المكياج لما بيتم اكتشافه من ان بعضها لتأثير دار على البشرة ولذلك اغلب الشركات العالمية دلوقتي بدأت تتجه لاللي هي الخامات الارجانيك او الخامات الطبيعية اللي بتستخدمها في هذا المجال اللي هو مجال المكياج ومجال العناية بالوجه ومجال العناية بالشعر هنا نبتدي نبص كده على المينوتر بتاعنا ودي اول سلايدز معانا النهاردة السلايدز بتاع اللي هو الاولاني اللي معانا النهاردة بيهتم ايه؟ بيتكلم على ان هذا التخصص من الحاجات اللي هو بيدغسها منظفات البشرة واهمية حمام البخار يبقى هنمسكهم نقطة نقطة كده ونتكلم عنهم منظفات البشرة واهمية العناية بالبخار ليه البشرة؟ كل بشرة عليها منظف خاص بيها غالبا بيبقى ليكوت بيبقى سائل المنظف ده بيتم تنظيف فيه سواء كان بقطعة من القماش القطنية او حاجة كده يعني من الحاجات اللي هي تصنعها شركات اللي هي مناديل الورق للعناية برضو بالبشرة بيبقى ليها سكنس معين بيبقى ليها ورق ليه تخانة معينة بيبقى فيه برضو اللي هو بيتعلم ازاي انه هو يعمل عملية عناية بالبشرة من خلال تفتيح المسام بالبخار فدي من الحاجات اللي بتدرسها الطالبة اللي بتدرس في هذا التخصص برضو الحاجات التانية السوائل وكريمات التنظيف زي ما فيه سوائل التنظيف فيه كريمات أيضا للتنظيف برضو من الحاجات اللي هم لابد يكونوا ملمين بيها وعارفينها كويس قوي ودرسينها كويس قوي أمراض البشرة أمراض البشرة بما أن البشرة جسم يعني متعرض للمؤثرات الجوية المختلفة متعرض للشمس ومتعرض للأطربة ومتعرض للحرارة ومتعرض للإشعاع ومتعرض للإضاءة فأحيانا بيبقى لي الحاجات دي كلها لها تأثير فبتسبب أمراض للبشرة لابد أن الطالبة اللي بتدرس في التخصص ده بتدرس إيه هي أمراض البشرة إيه بإيه الأعراض بتاعت هذه الأمراض بتدرس أيضا كمان طرق الوقاية والعلاج من هذه الأمراض كمان إيه هي المواد المغزية لنظارة البشرة والأقنعة الخاصة بالبشرة كمان المواد المغزية لنظارة البشرة دي مواد كتيرة جدا 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 بيدرسوها الطالبات في هذا التخصص منها أغلبها بتبقى مواد بتتعمل يا إما من الفواكه يا إما من الخضروات يا إما من البروتينات والألبان والزبادي والمواد البروتينية المختلفة بعضها بتتعلم الطالبة إزاي تقوم بأعدادها بنفسها وبعضها بيكون من خلال زي يشتروها جهزة بتكون الشركات مجهزاها وبتكون عبارة عن مسقات جهزة بياخدوها من الشركات ويحطوها على وجه العميل وينتظروا الوقت المخصص لها وبرضو من الحاجات اللي هم الطالبات بتوعنا بيدرسوها اللي هو البودر بتاع الوجه إيه هي أنواع البودرة الخاصة بالوجه يعني البودرة دي بتتستخدم للتفتيح أو بتتستخدم فيه كزلال حوالين الجفون أو العين أو زلال في مناطق معينة من الوجه كمان يعني بيتعلموا أو بيدرسوا إيه هي مواصفات الكريم الخاص بإزالة المكياج إزالة المكياج يعني مش بيتم بغسيل الوجه بالماء والصابون زي ما الناس كتير بتعمل ولكن بما إن الوجه وبشر البشرة حساسة وخاصة بشرة السيدات فبيبقى ليها كريمات خاصة بيزيلوا بيها المكياج وكريمات دي بيكون لها مواصفات ومعايير دولية خاصة لابد إنها تكون متوافقة مع معايير الجودة الدولية اللي هي المجازة استخدامها ما نستخدمش أي مواد لأن خطر جدا إن إحنا نستخدم مواد إزالة مواد الإزالة بالذات نستخدم مواد إزالة تكون غير يعني مطابقة للمواصفات الدولية لأنها ممكن تسبب أمراض للبشرة كمان بيتعرفوا إيه هو البوتكس وإيه هو الفيلر دي يعني من التقنيات اللي هي مستخدمة للبشرة عشان تدي نوع من الشباب للبشرة للناس اللي بشرتهم بتكون أحيانا حصل فيها نوع من التجاعيد وحصل فيها نوع من الكرمشة نظرا إما لتقدم السن أو نظرا لتعرض البشرة لإجهادات عالية فهنا بيتعلموا وبيتعرفوا إيه البوتكس وإيه هو الفيلر وبيستخدموا إمتى وإمتى نتوقف عن استخدامهم وإيه هي المخاطر بتاعتهم وإيه هي الحدود إن أنا ما استعملهمش بكسرة إزاي؟ بيتعلموا برضو إزاي يعملوا عملية علاج لعيوب البشرة بالليزر وده بيتم طبعا بمساعدة متخصصين أو أخصائيين يكونوا أخصائيين علاج طبيعي وخرجين يعني جامعات في ده أو الطالبات بطوعنا بيبقوا فنيات بيساعدوهم في هذه المجالات كمان من ضمن الحاجات اللي هي بيتعرفوا عليها كويس قوي ولابد أنه هم دايما يكونوا ملمين بكل مكوناتها هي حقيبة المكياج حقيبة المكياج فيها مجموعة من الأدوات اللي بتستخدمها خبيرة التجميل أو فنية التجميل أو المكيرة اللي خريجت تعليم فني تخصص تجميل لابد أن الحقيبة دي هي حقيبة العمل الخاصة به فلابد أنها تكون ملمة بتدرس في التخصص إيه هي مكونات حقيبة التجميل لازم حقيبة التجميل دي يكون موجود فيها إيه؟ موجود فيها إيه؟ من فرش بيتم استخدامها للاستخدام على الوجه من أمشاط من فرش للشعر من أجهزة ومعدات لإزالة الشعر من سشوار من كريمات لإزالة المكياج الأديم من كريمات للعناية بالبشرة يعني بتكون حقيبة متكملة فيها كل شيء لأن ممكن أوي خبيرة التجميل أو فنية أو المكيرة أو خصائية المكياج تاخد الحقيبة بتاعتها وتتحرك وتروح تعمل مكياج لعميلة أو زبونة داخل البيت بتاعها فبالتالي لابد إن هذه الحقيبة تكون الطالبة بتاعتنا درسة كويس إيه مكوناتها؟ إيه أهميتها؟ إيه الحاجة اللي لابد تكون موجودة فيها؟ على أساس إنها لو انتقلت لسوء العمل وبدأت إنها تاخد الحقيبة دي وتستخدمها في العمل بتاعها وفي تحركاتها لابد إنها تكون عارفة كويس قوي هي يعني معاها كل المقومات اللي تساعدها وتنهي عملها في إذا كان عملها ده خارج نطاق مكان العمل بتاعها أو خارج نطاق الكوافير أو خارج نطاق مركز التجميل التي تعمل هي بي فلابد إنها تكون ملمة جدا جدا بحقيبة التجميل والعدد والخامات الموجودة فيها وإزاي تحافظ عليها من التلف وتحافظ على الخامات الموجودة فيها من التلف برضو من الحاجات اللي هم بيدرسوها الرموش الصناعي بيدرسوا الرموش الصناعية وإيه هي أنواع الرموش الصناعية اللي بيستخدموها لأن في بعض الناس بيكون عندهم حصل أن الرموش بتاعتهم نظرا ليه مرض ما أو نظرا ليه خطب ما يعني الرموش بتاعتهم معددش موجودة أو بقت ضعيفة أو بقت قليلة فبالتالي الرموش من الحاجات اللي بتظهر جمال العيون الرموش من الحاجات اللي يعني بتخلي العيون أكثر جاذبية وأكثر السيدات بيحبوا جدا أنهما يعني العون دي بتشكل الشخصية بتاعت السيدة فأحيانا أنهما يعني بيركزوا جدا على جمال المكياج الخاص بالعين فهنا إذا كان العين فيها أو رموش فيها مشكلة بيحتاج فني التجميل أو فني التجميل أنها تقوم بعملية وضع رموش صناعية للعميلة فبالتالي رموش صناعية برضو بتكون هي جهزة بالشكل اللي هي عايزة وبالطول اللي هي عايزة وإزاي يتم لزقها فوق الرموش الطبيعية وإزاي بيتم لزقها بمواد طبيعية عشان المواد الطبيعية دي ما تأثرش على الجفن أو ما تأثرش على المنطقة اللي هي خاصة بالرموش في العين وإزاي بيتم برضو إزالتها أو إزالتها بسهولة من غير ما تعمل شد لي المكان ده أو تسبب التهاب في العين برضو من الحاجات اللي هم بيدرسوها إخفاء العيوب بواسطة المكياج كل وش من الوجوه وبه بعض العيوب فيه وش بيبقى مسامي فيه وش بيبقى في بعض البصور الدائمة اللي هي يعني نتجة كده بقت عبارة عن زوائد لحمية طفيفة في الوش ده فيه وش بيكون غير لنه مسامي فيه وش بيكون باهت في لونه فيه وش بيكون اللون بتاعه مش ثابت يعني تلاقي اللون فيه جزء من الوش فاتح وفي لون جزء تاني من الوش لون غامق ودي بيكون حاجة طبعية موجودة داخل إيه يعني الوجهة أو داخل ملامح الوجه لذلك هو أو هي خبيرة المكياج أو الخبيرة اللي بتتخرج من التخصص بتاعنا بالتعليم الفني بيكون درسة كويس قوي إيه هي العيوب اللي موجودة في الوش إزاي تخفي العيوب دي كويس عن طريق أنهي مواد بتستخدمها بتقدر تخفي العيوب دي إزاي تخلي لون البشرة واحد في كافة الجهات إزاي بعد ما توحد لون البشرة لون الحواجب وشكل الحواجب هيكون إزاي ظل الجفن بتاع العين وظلال العيون بيكون شكلها إزاي شكل الرموش بيكون إزاي فدي حاجة لابد أن الطالبة بتاعتنا بتدرسها وبتكون ملمة بيها قوي في هذا التخصص برضو من ضمن الحاجات اللي بتدرسها الطالبات بتاعتنا في يعني تخصص التجميل أو تكنولوجيا التجميل بيدرسوا الأصول السليمة لعمليات تصفيف الشعر الأصول السليمة لعمليات تصفيف الشعر بيدرسوا إزاي يعملوا عملية تصفيف الشعر بدون ده ما يأثر على الشعر بدون ما يأثر على قوة الشعر بدون ما يسبب تساقط أو تقصف للشعر ولابد أن هم يشتغلوا ده وفقا للقواعد الأساسية لأص الشعر وأنواع الأصات المختلفة وأسليب كي الشعر وما هي العدد المختلفة المستخدمة في كي الشعر والطرق السليمة لعملية الكي لكل نوعية من أنواع أصلاف الشعر لها أسلوب مختلف للكي كي الشعر لعدد متعددة وفيه طرق سليمة لعملية الكي إن لم تستخدم هذه القواعد ولم تستخدم هذه الطرق بصورة سليمة ده ممكن يسبب على المدى الطويل وعلى الوقت الخاص باستخدام اللي هو الكي أو أدوات الكي للشعر تحصل نوع من تساقط للشعر ويبتدي ده بيكون حاجة يعني صعبة جدا عند السيدات إن يبتدي يحصل عندهم بعض الفراغات في فروة الراس ويبتدي يظهر ولو بصورة طفيفة فروة الراس ده بيسبب مشكلة نفسية كبيرة عند السيدات وده بيحدث أحيانا نتيجة إن بعض العاملين في المجال ما بيكونوش درسين كويس للمواد ولأسليب العمل الصحيحة اللي ما تسببش أي أعراض أو أمراض أو حاجات خطيرة بالنسبة لي تصفيف الشعر لكن البناتنا هنا في هذا التخصص بيكونوا درسين ده كويس فبالتالي بيبقوا عارفين كويس أوي إزاي يتعاملوا مع كل نوعية من نوعيات الشعر بطريقة علمية سليمة ووفقا لعوامل الأمن والصحة والسلامة المهنية فبالتالي يعني بيكون الخطورة في تساقط الشعر للعميلة أو للزبونة مع بناتنا اللي هم خرجين هذا التخصص بيكون أقل نظر أنه هم درسين المعايير الخاصة بتصفيف الشعر عندي برضو بيدرسوا برضو عمل التسريحات المناسبة للوجهة بالمكوى كل وش وليه تسريحة خاصة بيه الوشوش أنواع في عندي وش بيضاوي في عندي وش كوم مصري الشكل في عندي وش دائري يعني لو بصينا على بعض وجوه السيدات أو البشر عموما في بعض الناس بيبقى الوش بتاعهم دائري فبتلاقي الوش عامل كده هو آه لابد أنه يبقى بيضاوي ولكن بيميل للإيه لأنه يكون دائري يعني مش هتلاقي حد وشه كده تمام؟ إلا في الكاريكاتير بس حلو هتلاقي في عندي وش يعني بيضاوي قوي يعني فبتلاقي شكل الوش بيبقى بالشكل ده كده هتلاقي عندي وش حد أو مسلس شوية فبيكون الوش بيضاوي برضو بس بيضاوي إيه حد شوية ماشي كل وش من دول وليه تصفيفة شعر تتناسب معي يعني كل وش من دول ليه تصفيفة شعر تتناسب معي يعني الوش اللي هو الدوران ده بيبقى محتاج تصفيفة شعر ما تهييش قوي الشعر فيبان يعني يباني الواجه ضخم يعني فغالبا بيتعامل يعني تصفيفة شعر بتكون قليلة شوية وبيدخله شوية على الوش بالشعر على الأساس أنه هو يخفف من حدة الشكل البيضاوي للوش يعني يعني هي طبعا بتعتبر رسوم كروكية سريعة ولكن بنحاول نوضح بيها اللي احنا عايزين نقوله تمام يبقى دي اللي هي كل وش بيتناسب معه شكل التسريحة الخاصة بي فيه اعتبارات لابد ان احنا نراعيها فيه اختيار شكل ونوع تصفيفة الشعر وإحنا قلنا لابد انها تتناسب مع شكل الوش وبرضو لابد يتناسب ده مع شكل العنق وشكل الجبهة يعني لو العنق طويل ليه تصفيفة خاصة به لو اللي جابها جبيرة بتدرع شوية وليها تصفيفة خاصة بيها كمان بيدرس أو بتدرس الطالبة عندنا في هذا التخصص بتدرس اختيار الاكسسوار المناسب فيه اكسسوار مناسب لشكل التصفيف يعني اللي هو شكل الحلق اللي هترتدي شكل الكل اللي هي هتلبسه يعني الاماكن اللي هي بتبقى ظهرة في الوجه والرقبة بما يتناسب مع تصفيفة الشعر بيبقى ليها اكسسوار خاص بيها وهنا هنلاقي ان مثلا لو في عروسة رايحة عشان يتعمل لها عملية مكياج فيه احد مراكز التجميل فبتلاحظ ان هم لو مركز التجميل ده مركز متخصص قوي ومركز يعني يسميه بقى مركز محترم والناس اللي فيه فاهمة كويس قوي ان هو مع التصفيفة بتاعتها بيكون مجهز اكسسوار بيتناسب مع التصفيفة دي ومع لما بيعدي اليوم بتاع الزفاف بيبتدي ان هي ترجع له الاكسسوار ده تاني بيتكون مثلا هي دفع تأمين قصاده عشان ترجعه فده اللي بيتم يعني فبرضو موضوع اختيار الاكسسوار ده مهم جدا لان اختيار الاكسسوار نوع الحجر الكريم اللي موجود فيه سواء كان حجر كريم مثلا زمرودي او يعني تقليد اللي هو حجر انجليزي اللي هو تقليد الالماز سواء كان حجر اللي هو الفيروز يعني دي بتخش فيه الاكسسوار احيانا الخاص بالتصفيفات ولكن غالبا طبعا فيه الزفاف وده هتناوله قدام بيتناوله بعض اللي هي الاحجار تبقى غالبا احجار مش ملونة يعني غالبا بيستخدمه اللي هو الحجر الانجليزي اللي هو الحجر اللي هو تقليد الالماز او اللي هو بيدي نفس شكل الالمازات لانه ده بيتناسب قوي مع اللون الفستان الزفاف الابيض وبيتناسب مع تصفيفة الشعر يعني كل حاجة بتكون تقريبا فيه الشكل العروسة في اليوم ده غالبا بتكون متجهة للون اللي هو الابيض يعني التأثير الملائكي زي ما بيقولوا يعني كمان شكل رسم التصفيفة مع استخدام الاكسسوار بتاع العنق دي بيدرسها برضو عشان يفهمها كويس بيدرسها في مادة الرسم الفني للتجميل بيبتدي انه هو يرسم الوش ويرسم شكل الشعر يعني اذا كان مثلا بيرسم وش من الجنب يعني ما هنقول مثلا يعني حاجة كده برضو كروكي يا جماعة يعني لو هنرسم وش من الجنب هدي شكل مثلا الحاجب ماشي شكل هدي شكل الوش هو مثلا بحاجة كده سريعة وعايز اقول ان هما برضو بيشتغلوا رجالي مش سيدات بس يعني فاذا كنا بنرسم مثلا وش رجالي لو شكل الوش كده لو هو اصلع بيكون كده فيبتدي ان هبتدي ان انا اعمل تصفيفة الشعر بما يتناسب مع الايه لان هما بيشتغلوا برضو سيدات بس يعني بيشتغلوا سيدات ورجال في مراكز الايه التجميل وازاي تتناسب الشكل مع الايه المظهر بتاعنا والتصفيف تصفيفة الشعر هيكون شكلها ايه دي الحاجات اللي هما بيدرسوها بس غالبا غالبا يعني هما افسوا العمل بيشتغلوا يعني يعني رجال وسيدات ولكن غالبا البنات بتوعنا بيدرسوا الشغل بتاعهم او الرسم الفني بتاعهم بيدرسوه على السيدات يعني غالبا ايه لانها طبعا الرجال بيبقى تصفيفاتهم قليلة مش زي السيدات انما السيدات لهم عشرات التصفيفات وكل نوعية من التصفيف بتخش في تشكيلة تانية يعني عدد لا ينتهي من التصفيفات وعلى فكرة ممكن البنت نفسها من خلال الرسم ده يبتدي يتربى عندها نوع من انواع الابتكار في التصفيف والابتكار في المكياج برضو يعني بيدرسوا برضو رسم التصفيفات مع عمل مكياج للوجه وتصحيح عيوبه على الورق ده بيخليهم يفهموا كويس ازاي يعملوه في الطبيعة كمان بيدرسوا رسم في الرسم الخاص بالتجميل بيدرسوا رسم لبعض الشخصيات المسرحية يعني شكل الفلاحة هيكون شكلها ايه لبس الفلاحة هيكون شكله ايه المكياج بتاع الفلاحة هيكون برضو شكله عامل ازاي او لبس بنت البلد طبعا الفلاحة يعني اللبسها مختلف عن لبس بنت البلد الفلاحة لها فستان معين وفستان ده بيبقى ليه من تحت قصة معينة وليه يعني شكل معين كده بنت البلد برضو اللبس بتاعها بقى لبس معين بتلبس ملايا لف بتلبس خلخال معين بتلبس منديل معين مختلف عن المنديل اللي بتلبسه بنت البلد برضو بيدرسوا الشخصية البدوية والبنت البدوية دي بيكون لبسها عبارة عن ايه بيكون المكياج بتاعها برضو عبارة عن ايه مش اللبس بس برضو الفلاحة وبنت البلد والبدوية بيدرسوا برضو شكل اليد والقدم بتاعهم عبارة عن ايه ويعملوا رسم ودراسة لليد والقدم لان اليد والقدم بيرسموا عليه الشغل بالحنة فبنت البلد هترسم اشغال بالحنة طريقة معين انا مش جايب نمازج لده الفلاحة برضو لها موتيفات معينة بتترسم على اليد والبدوية برضو نفس القصة والنوبية نفس القصة لان يمكن يعني فن الرسم وتصميمات الحنة المختلفة البرعين فيها جدا 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 اذا كان الفلاحين برعين فيها واذا كان البدويين برعين فيها ولكن من اكتر الناس اللي برعوا في رسم الحنة هم الاخوة في النوبة يعني يعني شطار قوي في هذا المجال المجال برضو من ضمن الحاجات اللي هم برضو بيدرسوها في الرسم الفني في هذا التخصص بيدرسو الوجه وبيدرسو تفاصيل الوجه دراسة تفصيلية وبيتدربوا على رسم الوجه من حيث النسب والاجزاء بتاعته وكمان بيدرسو شكل العين وشكل الانف والفم والودن العين ليها اشكال مختلفة ويعني انا ما حطتش للأسف نمازج لاشكال العين واشكال الانف والفم والازن ولكن العين والانف والفم والازن ليهم اشكال مختلفة وشكل الدأن ليهم اشكال مختلفة وكل شكل من دول بيحتاج نوع معين من المكياج واسلوب معين من توزيع الزل والنور عليه عشان لو الانف ضخم شوية ممكن بعمل له عملية الانف يعني بغم بعض الاماكن بفتح بعض الاماكن فده مع العين لما تبص على الوش يبتدي الانف يبان اصغر شوية الفم برضو لو كبير ابتدي ان انا اعمل عملية يعني كريم اساس كده للوجه ولو الفم كبير شوية ازيد من اللازم احط كريم اساس على اطرافه عشان اصغره شوية وبعد لما اجي احط احمر الشفاء يبتدي يتحط بصورة صغيرة شوية فبالتالي نبعد شوية عن شكل الفم الضخم اللي بيزعج بعض اللي هم اصحابه وعايدين يبانوا في المكياج الفم اصغر شوية واحيانا العكس والودن برضو بيدرسوا رسمها فيه ودان كبيرة جدا فيه الناس احيانا بتحب الودانها لو كبيرة بتحب اداريها بشعرها فده بيكون يعني يعني جزء تاني من الحاجات اللي هم بيتعلموها بناتنا فيه هذا التخصص ان هم يرسموا الودان ويعرفوا النسب بتاعتها ايه وامتى اداري الودن وامتى اداري جزء من الودن بالتصفيفة كمان شكل الدقن وتوزيع الظلال او الظل والنور على الدقن مهمة جدا في ناس دقنها عريضة ممكن لو اشتغلت الظل ونور على المكياج بتاعها ممكن ان الدقن تبان شكلها اقل شوية في العرض بتاعها كمان بيتدربوا على رسم كل ده رسم العين والانف والفم والودن وتوزيع الظل والنور عليه من الحاجات اللي هم بيتدربوا عليها في الرسم الفني ليه التجميل بيتدربوا على بيعملوا دراسات لتصفيف الشعر يعني يروحوا رسمين كده الوش فاضي يعني ممكن اوي رحوا عاملين وش فاضي كده تمام ويبتدي انهم على الوش الفاضي ده يعملوا عملية تصفيف يعني يبتدوا يعملوا عملية تصفيف للا الشعر هنا الاساس عندهم شكل او تصفيف الشعر اللي هيتعامل لهذا الوجه فهتلاقوا في الكتب بتاعتهم يعني لما اللي هم هلتحقوا بالتخصص ده احيانا يلاقوا فيه وش مرسوم والوش المرسوم ده فاضي ويدوبك مع موله عملية ايه تصفيف لشكل الشعر عشان هو هنا مهتم بس انه يوضح شكل تصفيف الشعر ده ايه ماشي فدي حاجة تانية من الحاجات اللي الطلبة بيدرسوها ممكن قوي يعودوا ويدرسوا جزء من الوقت بتاعهم في المنهج لتصفيف الشعر فيبتدوا عشان ما يشغلوش البنات بالملامح فيبتدوا انه هو يعني يدربهم ازاي او تدربهم المعلمات بتاعهم ازاي يعملوا عملية تصفيف للشعر وده بيتعلموه على الرسم الاول وبعد كده ممكن بياخدوا الرسم ده ويبتدوا انه هما البنات بيتدربوا على بعضهم او بيتدربوا على مكتات يعني عندنا البنات دي بتتدرب على ايه داخل الورشة الخاصة بهذا التخصص اما بيتدربوا على بعضهم اما بيتدربوا على مكتات يبقى فيه المكتات دي بيجيبوا زي بواريك من بيشتروا بواريك يعني يلبسوها ليه المكت اللي هو عبره عن راس كده رقبة بس ويبتدوا انه هما يعملوا عملية تصفيف الشعر على هذا ايه المكت وغالبا هما بيحبوا انه هما يتدربوا على بعضهم يعني يعني البنات المعلمات بيجيبوا طب مين فيكو يا بنات مثلا عايزة تعمل تصفيفها معينة فبيبتدوا انه هما البنات دول يتدربوا على بعضهم المكان طبعا بتاعهم بيبقى مكان اللي هو بيتم فيه ده مكان مؤمن تماما ما بيدخلوش حد في هذا التخصص الا البنات بس يعني مش ممكن يتواجد فيه اي معلم من المعلمين هو دايما مكان موجود فيه المعلمات فقط اللي هي داخل الورش الخاصة وداخل المعامل الخاصة بتخصص التجميل داخل المدارس كمان بيدرسوا تصفيفات الشعر بطريقة دقيقة جدا وبيدرسوا ازاي يعملوا عملية ظل ونور للشعر ده عشان يوضح الشعر ده اذا كان الشعر ده لونه فاتح كستنائي او لونه اسود او لونه يعني اشعر فبيتعلموا ازاي ممكن يعملوا ده من خلال الظل والنور يعني يباني شعر ده اشعر او فاتح او غامق قوي من خلال بقلم الفحم او قلم الرصاص بيه اللي هما بيستخدموه في الظل والنور ازاي من خلال الظل والنور اللي هما يتعلموه يدوا احاء في التصميمات بتاعتهم لون الشعر ده عبارة عن ايه من الحاجات اللي هما برضو بيتعلموها قصات الشعر بيرسموا القصات المختلفة والمناسبة لشكل الوجه بيتدربوا على استخدام الاكسسوار المناسب بيرسموا الاكسسوار المناسب لشكل القصة يعني هي رسمة الوش ورسمة قصة الشعر ف بتتدرب ازاي ترسم في مده الرسم الفني للتجميل ازاي ترسم شكل الاكسسوار اللي بيناسب التصفيفة دي واللي بيناسب شكل الوش ده ايه وطبعا كل ده بيتدربوا فيه على توزيع الظل والنور من الحاجات المهمة اوي برضو اللي هما بيدرسوها وكلنا ذكرناها في الحلقة السابقة ولكن الحلقة دي يعني هنذكرها بي يعني توضيح واسهاب شوية اللي هو المكياج المسرحي اهمية المكياج المسرحي انه هو بيوضح شكل الشخصية اللي هي في بتتعمل لها مكياج في المسرح ده بيوضح برضو الادوات اللي لابد انه هو يستخدمها عشان يطلع الشخصية دي المطلوبة يتعمل لها مكياج مسرحي حقيبة المكياج المسرحي تختلف تماما عن حقيبة المكياج العادي حقيبة المكياج المسرحي فيها خمات ومعدات مختلفة تماما وادوات عن حقيبة المكياج العادي اه فيه جزء كبير منها موجود فيه اللي موجود في حقيبة المكياج العادي لكن فيه حاجات تانية يعني مثلا حقيبة المكياج المسرحي هيبقى فيها مثلا شنبات عشان يتم تركبها لو الشخصية شخصية راجل والراجل ده محتاجش أنا بقى ودقن فيعني بيبقى موجود حاجات مندي بيبقى موجود فيها حواجب تقيلة تتركب فوق الحواجب لعشان تديني شكل مختلف للشخصية بيبقى موجود منها زوائد كده تشبه زوائد جلدية تشبه لون البشرة ممكن تتركب عشان تكبر لحجم الودن ممكن موجود فيها زوائد جلدية تتركب على الوش عشان تكبر حجم الشفايف بتبقى معمولة من الربر وبتتلزق وبعد ما بتتلزق بيتم عمل مكياج كامل لشكل الوجه وبناء على هذا المكياج الكامل يبتدي نجيب لون الوجه الأصلي وعشان نطلع شكل مختلف لشكل الممثل اللي هو بيعمل الشخصية دي يبقى احنا عرفنا ان المكياج المسرحي الحقيقة بتاعته والأدوات بتاعته مختلفة تماما عن المكياج العادي حتى حجرة المكياج المسرحي دي حجرة مهمة جدا 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 موجودة في كل مكان في مصرح أو في بلاتور تصوير سواء كان بلاتور تصوير ده بلاتور تصوير سينما أو دراما حتى طب من الحاجات اللي بتعلموه في المكياج المسرحي مكياج الشخصيات الخيالي اذا كان بيعمل شخصية لملائكة او شخصية لمهرج او بيعمل مكياج للشخصيات التاريخية اذا كان بيعمل مكياج للانسان البدائي او الانسان الفرعوني او مكياج مصرحي مجسم يعني مكياج مثلا فيه تشوهات او ندبات او حروق بمقامعه حاجات زوائد جلدية تتلزق على الجلد عشان تدي اشكال التشوهات او اشكال الحروق وعايز جديغ بالذكر قوي ان انا اقول ان الصورة دي اللي انا واخدها لمكياج من المكياج الشخصيات المسرحية صورة لاحدى الفتيات متخصصة انها تقوم بعمل يعني اشكال بتقلد مكياجات الشخصيات في الافلام وخاصة افلام الكرتون وده صورتها هي الشخصية بتقلد فيها بنت شطرة جدا في الموضوع ده واعتقد انها درسة الموضوع ده كويس وممكن تكون احدى خرجات التخصص بتاعنا عندي من ضمن الحاجات برضو اللي بيتم دراستها في تخصص التجميل الازياء وتصفيفات الشعر عند الرجال والنساء في العصور المختلفة وادوات الزينة والحلي المستخدمة برضو للعصور المختلفة واغطية الرأس عند الرجال والنساء في العصور المختلفة يعني احنا لو بصنا للصورة اللي عندنا دي اللي موجودة دي صورة بتمثل ازياء وتصفيفات شعر عند الرجال والنساء في العصر الاغريقي اللي هو العصر اليوناني القديم هللاحظ هنا الملابس اللي هي الملابس الحربية اللي كان بيلبسها المقاتلين في العصر الاغريقي واضروع بتاعتهم كان بيكون شكلها ايه هللاحظ ايضا شكل الخوزة المعدنية اللي كان بيلبسها وشكلها ايه والدرع اللي هو بيلبسه تحت دي كانت عبارة عن ازياء بتمثل ازياء لكل الجيش او لقادة الجيش اللي خارجين في بلاد الاغريق هللاحظ ملابس الاميرات او ملابس السيدات عندهم شكلها ايه هللاحظ ان اغلب الالوان بتاعتهم كانت بتتراوح ما بين اللون الاصفر واللون الابيض واللون الازرق واللون الاحمر لانه هي دي كانت اغلب الصبغات الدرجة عندهم في تصميمتهم في الملابس لكن لو رحنا لمثلا الازياء والملابس في الفن المصري القديم هللاحظ ان الازياء والملابس في الفن المصري القديم بتختلف تماما عن فن الاغريقي او فن الروماني او فنود بلاد ما بين النهرين هللاحظ ان حتى قصات الشعر عندهم كانت محدودة وقصات حتى الشعر عند رجال كان لهم قصات شعر معينة واسلوب لحية او دأن معينة مختلفة عن العصور الاخرى في تكنولوجيا التجميل عندنا او في تخصص تجميل في عندنا برضو بيدرسوا حفلات الزفاف ازاي يعملوا عملية اعداد للعروسة لحفلة الزفاف ايه هي احتياجات العروسة من التجميل ومن الاكسسوار ومن الميكوب بما يتناسب مع شكل الفستان بتاعها ومع شكل الطرحة اللي هي حابة انها تلبسها والطرحة تعتبر يعني تاج من تجان العرائس وسعب يتحط فوق معاها برضو تاج من الحجر اللي هو التقليد الماس او الالماز اللي هو الحجر الانجليزي او الحجر الامريكي اعداد العروسة طبعا بيتم من هما من كافة شيء من اول المساج اللي هو التدليج ازاي شكله ايه المكياج بتاعها بما يتناسب مع شكل وشها وعمل الزلال بتاعة وشها عشان يداروا بعض العيوب اللي موجودة في الوجه وتظهر العروس في ابها صورة ممكنة في هذه الليلة اللي هي تعتبر الليلة بتاعت حياتها اللي بتفضل فاكراها طول العمر وبتفضل محتفظة بالصور بتاعتها وبتوريها لأحفادها والأبناءها كل فترة يعني وبتتباهى بيها جدا فبيبقى يوم مهم جدا فاليوم ده بيبقى يوم مثالي عند اي عروسة فبالتالي لابد ان بيكون يتدربوا الطلبة بتوعنا على ازاي ان هم يعملوا المكياج الخاص بحفلات الزفاف ورسم الحناء والتصفيف وعمل الزلال وازاي الزي والاكسسوار الخاص بي نيجي بعد كده على الجزء الخاص في العلاج الطبيعي وده جزء موجود عندنا في المنهج العلاج الطبيعي عندنا ده جزء اساسي واصيل من منهج تخصص التجميل وهذا الجزء لا يقلل من شأن قسم العلاج الطبيعي في كل الطب العلاج الطبيعي لان هنا احنا العلاج بتاعنا الطبيعي هنا علاج تجميلي اما في العلاج الطبيعي في كل الطب ده علاج يعني وقائي وعلاجي وتصحيح لعيوب الجسم وكده لكن البنت بتاعتنا خريجت قسم التجميل تقدر انها تشتغل فني علاج طبيعي تحت ايد الطبيب اذا حصلت على التدريب الكامل من الطبيب والطبيب اجاز انها تشتغل تحت ايدي في ده او مش هتشتغل بقى في مركز اللي هو علاج طبيعي طبي هتشتغل في مركز من مراكز التجميل اللي هي بيبقى فيها المساج وفيها الشغل اللي هو الخاص بالتمارينات الرياضية اللي برضو بيكون فيها تحت ايد اخصائي من اخصائيين التربية الرياضية او اخصائيات التربية الرياضية طيب هو بيدرس ايه هنا في العلاج الطبيعي بيدرس مقدمة عن العلاج الطبيعي هنبص معنا على المينوتور هنا بيدرس اهمية العلاج الطبيعي للوصول الى افضل مستوى صحي بيدرس ايه هي مكونات الجهاز الحركي لابد ان هو يدرسها كويس اوي عشان له يشتغل في مركز علاج طبيعي تحت ايد طبيب علاج طبيعي بيدرس ما هي العادات الصحية وكيف يجب ان تكون طريقة الصحية السليمة لعملية المشي وانها لا تؤثر على منطقة العمود الفقري الطريقة السليمة لعملية الوقوف والمشي والجلوس برضو بتدرس في التخصص ده بعض التمارين الخاصة باللياقة البدنية والمرونة والرشاقة وكمان بتدرس بعض التمارين الرياضية المساعدة في عمليات المرونة وبعض التمارين الرياضية المساعدة في عمليات الرشاقة والايروبيكس دي الحاجات اللي بتدرسها بنتنا في قسم التجميل فيما يختص بالجزء الخاص بالعلاج الطبيعي بتتعرف على كافة الأجهزة الرياضية الحديثة بتتعرف على العلاج الطبيعي قبل وبعد الولادة ودي مهمة جدا 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 برضو بيتعرفوا على المساج بكامل الجسم المساج الخاص بعضلات الوجه والعنق التمارين الرياضية الخاصة للوجه والعنق المساج الخاص بمنطقة الأكتاف والعناية بيها والزراعين والأرجل وبهنا يبقى احنا نهينا حلقة النهاردة وتعرفنا على تخصص التجميل على مدار حلقتين كاملين عرفنا ايه هو تخصص التجميل الموجود بمدارس التعليم الصناعي للفتيات وعرفنا ايه هي المحافظات اللي موجود فيها هذا التخصص عرفنا ايه هو مكونات هذا التخصص بناتنا هيدرسوا ايه بعد ما يتخرجوا هيشتغلوا فين اتعرفنا على كل شيء وارجو ان احنا نكون استفادنا من الحلقة دي ومن الحلقة اللي فاتت وهنا بتنتهي حلقتنا النهاردة والى اللقاء اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته